في اليوم الثالث والعشرين على التوالي من معركة طوفان الأقصى ومواجهة المقاومة الفلسطينية مع العدو الصهيوني تستمر التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر مستشفيات قطاع غزة دخلت في حالة انهيار فعلي بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود جراء القصف الإسرائيلي المكثف المستمر على القطاع فيما تقترب الحصيلة من رقب مرعب جلها من الأطفال والنساء اليومين الماضيين كان الأصعب منذ بدء الحرب بسبب انقطاع وسائل الاتصالات والإنترنت بشكل تام وإثر انقطاع الاتصالات لم تتمكن التواقم الميدانية للدفاع المدني والإسعاف من القدرة على التواصل مع المواطنين لإنقاذ جرح القصف الإسرائيلي أول مرة في تاريخ الإسعاف وتاريخ الصحة تتوقف نداءات الاستغاثة من المواطنين بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت نحن الآن نعمل كخطة بديلة صعبة جدا علينا وعلى المواطنين من حيث الاستهدفات أو نداء الاستغاثة الآن سيارات الإسعاف متواجدة داخل مجمع ناصر الطبي وداخل جمعية الهلال الأحمر فلسطيني تنتظر أي مواطن يأتي إلى الجمعية أو إلى مستشفى ناصر كي يطلب نداء استغاثة منظمات دوالية منها الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات أممية أشارت إلى أن انقطاع الاتصالات أثر على تنسيق العمل الإغاثي وأن إسرائيل قطعت الاتصالات لإخفاء جرائم حرب وحشية العدوان الإسرائيلي تمثلت بقصف طيران الاحتلال لمدينة غزة بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا فيما يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وإبادة جماعية خلال الحرب المستمرة منذ السابع من الشهر الجاري يواجه سكان قطاع غزة مجموعة من الأمراض المعدية والنفسية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وضعف الخدمات والإمدادات الطبية جراء الحصار ويتزامن ذلك مع انهيار المنظومة الصحية وتوقف عدة مستشفيات عن العمل في ظل عدم توفر الكهرباء والماء والوقود والأدوية والكادر الطبي الكافي للتعامل مع الأعداد الكبيرة للجرحة ويزاد خطر انتشار الأمراض والأوبئة في ظل وجود أكثر من 1500 جثة تحت الأنقاض لجراء عدم دفن تلك الجثث إضافة إلى شرب مياه البحر الملوثة وتضرر شبكات الصرف الصحي وفي ظل تواصل عدوان الإسرائيلي وقطع الكهرباء والمياه والإنترنت ومنع دخول البضائع والحاجيات الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية إلى داخل القطاع بات قطاع غزة على شفير كارثة حيث لن تتمكن الأونروا من مواصلة الأعمال الإنسانية إذا لم تحصل على إمدادات الوقود في حين فر أكثر من مليون و400 ألف شخص من سكان غزة من منازلهم بحثا عن ملاجئ مؤقتة تحت وطأة القصف الإسرائيلي الأعنف على الإطلاق مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وتقديم مساعدات أكثر استدامة لقطاع غزة استجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع